واستكمالا كمان الكلام اللي بتقالي على المشروعات القومية اللي كل واحدة فيها على حدة اهم من التانية كمان كنا بنتكلم معكم امبارح او اول امبارح عن المشروع قومي للموهبة فكرة ان احنا نكتشف المواهب المخفية اللي عليها طراب والمحدش يعرف عنهم حاجة وتأكدوا حضراتكم ان في كل قرية وفي كل كفر وفي كل نجع في مصر هناك بطل رياضي ما فعلا لو اتاخد من الوضع اللي هو فيه وتحط على تراك السليم هيبقى بطل اولمبي بما لا يدع اي مجال للشك طبعا كل حاجة بتقول ان هذه المبادرة طبعا مبادرة حياة كريمة منتهى الانسانية منتهى الاحترام منتهى الرقي منتهى التفاهم من القيادة السياسية لمتطلبات واحتياجات المواطن المصري وخصوصا الناس اللي يعايشة تحت حط الفقر دي اكتر ناس هتستفيد طبعا من هذه المبادرة المبادرة اللي بنتكلم عليها بتشمل تطوير وانشاء حوالي الف مركز زي ما حضرتكم عارفتم من شوية على مستوى 20 محافظة من محافظات مصر بواقع انشاء 251 مركز شباب جديد تماما وتطوير 736 مركز شباب بجانب تطوير وانشاء عدد من الملاعب اللي وصلت لي 652 ملعب رياضي مختلف مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من اكبر المشروعات القومية اللي بتشهدها الدولة المصرية في الفترة الحالية طبعا تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير كمان الريف المصري وبتدل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بمصر وبابناء مصر وبالارتقاء بحياة المواطن المصري اينما كان وكمان ادراك لان المواطن المصري من حقه ده مش تفضل عليه ده من حقه ابسط حقوقه انه يعيش حياة كريمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى تتوفر فيها كل الخدمات المطلوبة وفي ضوء كمان الجمهورية الجديدة اللي بتشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات فحلا بنتكلم على طفرة ملحوظة وملموسة ونقدر كلنا نشوفها رؤيا العين حاجة عظيمة جدا يريد فعلا نكمل على هذا المنوال لان قبل اي حاجة المصريين يستحقون انا بتتفي معاك واخر حاجة عايزة اضفها يا كريم فكرة هنا برضو لان البعد يجي يقول لك لا الرياضة زمان كانت ماشية بالوسطة او كانت ماشية عنده فرصة اكبر مفيش حاجة يعني اسمحولي لو حضراتكم تقبلوا ان انا قول رأي يعني مش حاجة اسمها كده لان في الاول وفي الاخر فكرة هنا هذا المشروع هو بيعمل على ان كله بياخد الفرصة بتاعته بشكل كامل لو انت كويس هتكمل لو انت مش كويس مش هتكمل اصلا ما فيش حاجة اسمها كده اي عمل اي عمل في الدنيا ليه جمهور او بيبان للعامة ما فيش حاجة اسمها فيه وسطة لان انت لو مش شاطر ببساطة مش هتكمل فما فيش الكلام ده ابدا انا بشوف ان المشروع ده كمان بيضمن بشكل كبير جدا يعني تكافؤ الفرص وبيديك ما فيش ظلم فيه ما فيش محسوبيات فيه فبجد بجد حاجة محترمة وانا بدور حضراتكم لو حد عنده اي يعني طفلة او حد شايف ان هو يعرف اي حد عنده موهبة في اي رياضة يقدم ليه لان ده اكيد في الاول في اخر حافظنا احنا كمصريين اشتركوا في القناة